الشعب كيف سيمارس هذه السلطة من دون وسائط الآن ما هو الحل المقترحة دكتور؟ الحل الصعب جدا اليوم بمعنى أن لو الشارع استمر في رفض مقترحات المؤسسة العسكرية أو المقترحات التي تأتي من المعارضة أو أي مجموعة سياسية كيفما كان ننوعها هذا الرفض سيؤدي إلى حالة فراغ فراغ مؤسساتي فراغ دستوري لأن تحكيم الدستور سيقف بمعنى أن اليوم هناك تحكيم الدستور تحكيم المادة ميوجوج تحكيم المادة سبعة وتحكيم المادة ثمانية والإشارة داخلية للمادة مياربع وهي مادة مهمة بالنسبة لي وستطرح في المستقبل لأن سيتم مناقشتها بشكل قوي المسألة لو استمر الشارع في رفض جميع المقترحات هذا بمعنى أنه سيؤدي إلى حالة بدون دستور خارج الدستور وهذه الحالة هي مكلفة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية ولا للشعب الجزائري صعبية الحالة اليوم أو إذا الشارع رفض جميع المقترحات ستكون المسألة صعبة جدا في المستقبل وهنا أريد غير التذكير كينا عندنا ثلاثة المسارات في شمال إفريقيا وهناك المسار التونسي ونحن نعلم أنه كان أسهل المسار لأن رئيس البلاد بن علي غادر البلاد أوفر وكانت بسهولة بما كان بإنجاز دستور جديد ومؤسسات جديدة المسار الليبي كان كاريتي لأن القدافي تشبت بالسلطة أدت للحرب أهلية المسار الجزائري هو فريد لأن المؤسسة العسكرية تريد أن تسهر عليه هناك الشارعي أو المعارضة تقولوا لا وهناك مسار من خلال الدستور القائم وهذا مسار جديد ممكن مهم يجب يتيب متابعته